السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي كيف دايرا نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سنشارك معاكم كسكسوب الخضراء أو كسكسوب الحم والخضراء سبق ليا شاركت معاكم كسكسوب الجاج والخضراء وجمعة مباركة وبدخل عليكم الصحة والسلامة وإن شاء الله بسم الله على بركة الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما كتشوفوا معايا عندي فتنجرة الحم وبصلة مقطعة سنزيد مع القادية اللي بزار أو فلفل أسود سنزيد مع القادية السكينجبير ومع القادية الخرقم البلدي وأنا مخلطة الزيت نباتية وزيت الزيتون والمالح حسب الضوغ والمالح حسب الضوغ أو جوج ماطيشات محقوقين من بعد ما تشحر الحم والبصلة وتوابيل وغادي نزيد ماطيشة محقوقا وغادي نزيد دامت الزفران referencing البيت والمالح حسب الضوغ وغادي نزيد اشتركوا في القادة اشتركوا في القناة وزيت الماء بشطة بالحيمة شوية سمن سوف ننسى تنجرة الضغط ونجعل الحيمة طيب سوف نزيد الماء كافي سوف ننسى تنجرة سوف ننسى تنجرة سوف ننسى تنجرة وننسى تنجرة سوف ننسى تنجرة ونسى تنجرة سوف ننسى تنجرة جميلة سوف ننسى تنجرة زيت شوية ديال السكين جبير. شوية لي بزار او فلفل اسود. شوية الخرقوم. الميل حسب الضوء. غادي نصد عليها. خليها طيب. كما كتشوفوا معي من بعد ما طابت البصلة. زيت عليها العينة بمجفف. وزيت معلقة القرفة. وتلاتة معلقة قبار سكر ساندة. ونحرك حتى تشرب ديك المرقة ديالها. وهذا هو الشكل ديال التفاية. كنقدموها مع الطاجين. او مع كسكسو. مهم كتجزوينة بزاف. وبالنسبة لكسكسو. غسلته. خليته شرب. وغادي نزيد شوية ديال الزيت. نزيد شوية ديال الزيت. وغادي نحط في الكسكاس. حلي هي تفوير. تفويرها اللولة كما كتعرفو. كسكسو كيتفوير. تشربة ديال الزيت. تفوير الزيت. التفوير الزيت. رش بالماط فويرة الثانية رش بالماط فويرة الثالثة مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اكرم بريستيج كنتمنى لكون خيفة على قلبكم وما تنسونيش من لايك والتعاليق اللي كتفرحني شكرا لكم بزاف على المشاهدة وعلى تشجيعات ديالكم ودعمكم ليا شكرا للايخ ديالكم عليا في رعاية الله وحفظيه نتلقى في فيديو جديد ان شاء الله شكرا للمشاهدة